اشتركوا في القناة اليوم التاسع والعشرون من شهر توت المبارك أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي آمين رتبت الكنيسة أن تعيد في اليوم التاسع والعشرين من كل شهر قطي بتذكار الأعياد السيدية الكبرى البشارة والميلاد والقيامة حيث يصلى فيها بالطقس الفريحي بركة هذه الأعياد فلتكن معنا آمين وفيه أيضا استشهدت القديسات العذارة أربسيما وأغاثي أمها واثنتان وسبعون عذراء في أيام الملك دقليديانوس الذي أراد أن يتزوجها فذهبت هي ومن معها إلى بلاد أرمينيا ولما أراد الملك هو أيضا أن يأخذها لنفسه رفضت فعذب أمها وقتلها ثم أمر بتعذيب أربسيما بعذبات شديدة حتى نالت إكليل الشهادة ومعها بقيت العذارة بركة صلواتهن فلتكن معنا آمين وفيه أيضا استشهدت القديسة فيبرونيا التي دهنت رقبتها بزيت ونالت إكليل الشهادة بحد السيف بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين بركة صلواتهن فلتكن معنا ربنا موجود